بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نشرت بعض المواقع الآن للوقت حالا بيقولك نتيجة تظلمات السنوية العامة ظهرت وتم فحصها في لجان المراقبة هو فعلا الدكتور حجازي كان طلع وقال أني تم فحص التظلمات لكن ما قالش معادي النتيجة امتى فدخلت على المواقع بيقولي أكد الدكتور رضع حجازي أنه تم الانتهاء من نتائج تظلمات الطلاب من المواد التي تم فحصها وبيقول أن الأعداد بتاعة الطلاب اللي هي اتظلمت حوالي 46 ألف طالب 46 ألف طالب وطالبة وطبعا تصدرت مادة الفيزياء قائمة الصداء يعني قائمة الصدارة من ناحية التظلمات وبيقول أن قد بدأنا تظلمات في يوم 16 سبعة 16 سبعة الحالي فطبعا إحنا كنا عارفين أن التظلمات بتاخد 15 يوم النهاردة 26 سبعة إزاي بقى في عشرة أيام خلصت دا اللي احنا مش عارفينه يا تارا هم بقى بيلعبوا بأعصاب الناس بيلعبوا يعني بالناس مستني على نار واللي مستني درجة واللي مستني نص درجة وحرق الدم واخدين فلوس واخدين على المادة مية جنيه طب طب إيه يعني أنا أنا مش فاهم هم بيعملوا كده ليه جايب لك روابط بيقولك ادخل على الرابط التالي علشان تشوف نتيجة الإسكندرية تخش على الرابط يقولك الرابط موجود خطأ فلوس طب تخش على رابط الجيزة برضو مفيش طب كنترول المنصورة برضو مفيش طيب تخش على الموقع الرئيسي بقى اللي هو بتاع الوزارة اللي أيليني النتيجة فيه طيب أقولك الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام بتحاني السنوية العامة أعلن اليوم الانتهاء من فحص كافة التظلمات من طلاب المدارس وأشارة ده بقى اللي ايه اللي انتوا هتتأكدوا منه بنفسكم بقى أشارة الى ان لجنة النظام والمراقبة باخطاع القاهرة سواء كانت قلب قوي به قامت بإرسال نسخة من نتيجة التظلمات كل طالب بمدرسته لاختار هؤلاء الطلاب بنتائجهم يبقى كل طالب يروح يدور على نتيجة التظلم بتاعته في مدرسته كما صلح الدكتور حجازي بأن نسبة النجاح العامة بامتحان شهادة إتمام دراس تنويب نرس المتفقين والتكنولوجيا في هذا العام بلغت 74 ده مش موضوعنا أكد الدكتور حجازي أن باب التظلم ما زال مفتوحا اللي عاوز يتظلم بغد الوقت يقدر يقدم في أي وقت وبعندهين برضو يجي يقول لك شاهد من هنا تفتح الموقع تلاقي موقع التنسيق وما لهوش حاجة فكده الطالب اللي عنده تظلم يشوف مدرسته من يوم السبت إن شاء الله عشان بكرة الجمعة مش هيبقى في مدارس من يوم السبت يطلع على مدرسته يسهل نتيجة التظلمات ويخش على بوابة الحكومة الإلكترونية اللي هو موقع التنسيق ويخش برقم جلوسه وكل حاجة هيلائي برضو نتيجة التظلم على حسب كلامهم والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته